كواليسك بقى في تجديد سيف الجزيري أو تمديد عقده بمعنى أضق يعني وهل سيف جعفر هجدد عقده؟ أنا دخلت في السفين على طول وخد مسلوسة الثلاثة مرة ناخدها كده باكتش مش مشكلة تنسي وتنسي هبدأ بسيف فاروق جعفر كان من يومين خرج رئيس النادي في تصريحات معلنة في مؤتمر صحفي وقال لك أنا بكرة اللي هو كان الجمعة عندي قاعدة مع سيف فاروق جعفر هجدد فيها واللعب هيوقع وهنقفل القصة دي هل حصلت القاعدة؟ لا محصلتش ولكن يوم الجمعة اللعب تلقى اتصال من رئيس النادي بلغه قال له بكرة هنوعد مع بعض اللي هو النهاردة حصلت القاعدة؟ محصلتش اللعب النهاردة لما تلقى اتصالات من إدارة الزمالك عشان يتم الاجتماع به ولكن حصل كلام استطلعوا رأي اللعب أنت لسه موجود حسابتك إيه أنت لعب فري فممكن تكون موقع قال لهم لا أنا مش موقع ولكن أنا اتفقت مع أحد الآن دي طب موقفك إيه قال لهم طالما ما أنا موقعتش لحد دلوقتي أنا مدي الأولوية للزمالك واللعب بلغ الزمالك أنه مدي الأولوية للزمالك كنت قلتاك قبل كده هنا كريم أن موضوع سيف مختلف عن موضوع يوسف وصيف أقرب أنه استمر مع الزمالك سيف عايز يستمر وعايز يكمل هي مسألة وقت أن الزمالك يبلغ اللعب بقاعدة النهاردة كان المفروض يعوده وما قاعدوش خلال الكام يوم الجايين دول الزمالك هيبلغ اللعب باجتماع هيتعرض العرض المادي السيف ما عندوش مشكلة أن العرض المادي يكون أقل من النادي اللي هو ماتفق معا ولكن مش جاب كبير يعني لو هناك مثلا هياخد عشرة ما عندوش مشكلة هياخد ثمانية في الزمالك بس ما الجيش تقوله لا أنا أخد خمسة فالفرقات كبيرة قوي فاللاعب رقم واحد بالنسبة له أقل الزمالك كده أنا عايز أكمل هو اللعب شايف أن المكان فاضي مش هدخل في منافسة كبيرة أطلع مثلا أن أروح برامدز منافسة برضو بالنسبة له هو الزمالك والنادي اللي تربى فيه وهو شايف أنه هو مع الزمالك هيبقى تجربة أفضل بالنسبة له أنه يطلع في أي حتة حتى العروض الخالجية لأن اللعب كان عندو عرضين من الأمارات منهم نادي أرسل وفد قاعد مع وكيل اللعب في الكاهرة من فترة من أسبوعين ثلاثة اللعب كل الأولاية بالنسبة له الزمالك ومستني الزمالك لحد آخر يوم أو آخر مباراة في الدوري عقده يكون خلص وقتها هيحدد مصيره لو الزمالك ما جددلوش خلال اليومين لكن أقولك الزمالك هيجدد لسيف خلال أيام قليلا جدا طيب ده سيف سيف مين فيهم سيف فاروق جعفة فاضل لك معاية سيف الجزيري وحمزة المسلوس سيف الجزيري الزمالك جددله لسبب واحد سيف كان عنده مشكلة في موضوع الضرائب وكان بيتحمل هو الضرائب من أول سنة جاي فيها الزمالك فالزمالك حب أنه هو يعني زي ما بنقول كده يراضي اللعب تردها مالية فمدله سنة وفي نفس الوقت هو اللعب كان عقده فضله سنة فطب ليه طب من زود سنة ومدت سنة عشان يكون اللعب معايا تحسبا لقي ظروف الزمالك عنده أزمة كيد فوارد الأمور تطلعبط فيبقى معايا وارد الزمالك فكر في أنه يبيع اللعب بنهاية الموسم بجناير الجاي فيبقى برضو اللعب عقده ممتد فنقدر أنه تفاوض في الأول أو في الآخر هو ورقة ربحة للزمالك في التفاوض لأنه لعيب دولي لعب كسعالم من كم شهر موجود دايما في معسكرات منتخب تونس بستثناء المعسكر الأخير فالزمالك فضل أنه يراضي اللعب عشان كده مدد له سنة للحسابات اللي قلتها لك أنه ممكن أزمة كيد تعمل أزمة وأيضا زي ما بقولك أنه الزمالك يفكر يبيعه مستقبلات حمزة المسلوسي حمزة الزمالك عايز يجدد له لأن دايق رغبة مشتركة ما بين المدير الفني أسوريو وما بين قدارة الكرة أسوريو شايف أن حمزة لعيب مفيد ليه في طريقة اللعب هلعبه بقريت هلعبه هلعبه سير دباك هلعبه هلعبه تفندر هلعبه يعني عندما دخلوا نص الملعب زي ما أسوريو بيبتكر في تشكيلة الزمالك فبالنسبة له لعب مفيد فالراجل من ضمن الطلبات اللي طلبها قال لك يستمر معايا في نفس الوقت هكذا رغبة لقدارته الكرة لعب مريح ما بيعملش مشاكل مؤدي بشكل جيد في الملعب في أي مكان حتى لو هو ما بيقصرش الدنيا لو هكرنه بعلي معلول الفرق الكبير أكيد لكن الزمالك شايف أنه هو مفيد ليه بره الملعب وجوه الملعب عشان كده كان فيه رغبة النواية صحيح